بالفعل خاصة ما نراه الآن من استعدادات بحمى وكأن هناك رسائل أن الحد الأقصى كان حلب بس بنفس الوقت هل هذا السبب وراء الذهاب إلى مناطق قصد شمالا بدل من الاستمرار بمعركة حما؟ هم فعليا ما زالوا متوجهين إلى حما ولكن بدنا نتحدث هنا عن قصمين للفصائل قصم يتوجه إلى مناطق قصد هل يمكن أنه اليوم حصلت تفاوضات رسائل متبادلة بين الأطراف كلها أنه لا يكون هناك وصول لدمشق وبالتالي من الأأمن الذهاب إلى المعركة المؤجلة بالنسبة لتركيا؟ بطبيعة الحال لا يمكن لكوى المعارضة أن تخوض معركتين في نفس الوقت وأن تنجح فيهما خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية هي متمركزة منذ سنوات طويلة وكما نعرف جميعا أن القوى الكردية هي قوى متدربة هي قوى جاهزة هي قوى صادرة من المجتمع وليست مجرد فصائل معارضة طبعا وخضت معارك شرسة نتذكر مثلا العام 2018 في منطقة عفرين هي قوى ليست كما قوى الجيش السوري تغادر أماكن سريعة وتتجمع في أماكن أخرى ولا يمكن عمليا لكوى المعارضة أن تخوض حربين بمسافات واسعة جدا أن تخوض معركة في تل رفعت ومعركة في أحياء الأشرفية في حلب شبل حلب وغربها وفي الشيخ مقصود وفي هنان وغيرها وفي الوقت عينه تتمدد لمسافات طويلة لعشرات الكيلومترات لتذهب إلى حماء ومأكن أخرى على المعارضة فعلا أن تختار إما أن تتوجه إلى حماء وربما هذه مصلحة لها وخاصة هي مصلحة لهيئة تحرير الشام وربما أو الخيار الآخر وهو ربما الاستماع لنصيحة تركية والمباشرة بمعركة ضدها قصد أعتقد هناك لا تفضل تفضل إلى أي كفة ترجح الأمور برأي حضرتك أنا باعتقادي أن الهيئة والقوة المعارضة سوف تجرب الخيران في الآن ولكن سوف تصطدم سريعا بأن الوصول إلى حماء والدخول إليها خاصة أن النظام السوري قد تمركز بقواته بشكل جدي هناك سيدفعه إلى العودة وربما بعد عدة أيام تنطلق المعارك جديا مع قوات قصد اشتركوا في القناة